في مدينة تطفو على بحر من النفط لا تنطفئ مشاعرها المحيطة بأسوارها تزداد فيها ساعات انطفاء التيار الكهربائي بالتزامن مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة التي تفوق نصف درجة الغليان فضلا عن ارتفاع نسبة الرطوبة البصرة تعطي ملايين البراميل من النفط وكذلك المنافذ الحدودية ولكن للأسف الشديد يبدو ان ازمة الكهرباء لن تحل لحد هذه اللحظة في عام 21 وقد تم صرف الاموال على وزاة الكهرباء اكثر من 80 مليون دولار ولكن للأسف لحد هذه اللحظة ونحن في سنتر البصرة الكهرباء مخطوعة واضافة الى ارتفاع درجات الحرارة الجنوب هي مصدر الثروات والبصرة هي خامس دولة يا ناس خامس دولة خلي سمعوني اللي يعرف والماء وخامس دولة بوارداتها بالعالم تكون هي وضعيتها وهي حالها الكهرباء وهي حال مواطنة التراجع الكبير بتجهيز الطاقة الكهربائية دفع الاهالي الى تنظيم وقفات احتجاجية كخطوات تصعيدية تهدد بالعودة الى التظاهرات العارمة التي شهدتها البصرة في العام 2018 وما بعده وقفتنا امام دار الكهرباء البصرة اليوم معاناة البصرة بسبب المظلوميتها بالكهرباء لا يوجد اي محافظة مثل مظلوميتها دفعت مليارات مغذية 40 مليون مغذيتهم وهي البصرة والسبب ظلم المركز للبصرة مو طبيعي من طلعش جماهير البصرة وطالبة بقليين ما كانت غلطانة كانت على واقع حاليا هي مظلومة من كل الجهات ومن كل الأحزاب ومن كل السياسين قضية الكهرباء بالبصرة مو قضية موسمية من 2018 إلى الآن البصرة تعاني من هذه القضية قضية الكهرباء البصرة استلمت في 2018 بسبب أزمة المالي والكهرباء 4 تريليون 4 تريليون نريد اليوم نشوفها وين انصرفت للآن ما نعرف وين انصرفت الجينب هذه الأزمة الجديدة وماكو كل حلول بعدنا على نفس الأزمة المتكررة من 2018 وإحنا بال21 وعلى ما يبدو فإن هذا الصيف سيكون الأثقل على البصريين الذين طالبوا باستثناء مدينتهم من نظام البرمجة فيما هدد محافظها أسعد العيداني بفصل البصرة عن الشبكة الوطنية إذا ما استمر الحال على ما هو عليه الآن لقناة زاكروس الفضائية ستار المنصوري البصرة